اشتركوا في القناة سنكشف لكم عن كيفية تأثير الضوء في كل جانب من جوانب حياتنا من كيفية رؤية الأشياء من حولنا إلى دوره الحاسم في العمليات العلمية التي تبقي الكون متوازنا سوف نستعرض كيف أن الضوء يحمل الطاقة والمعلومات التي تؤثر على كل شيء من الجسيمات الكمومية الصغيرة إلى الظواهر الفلكية الكبيرة سنطرح أسئلة علمية مثيرة حول طبيعة الضوء كيف تغير النظريات العلماء حوله؟ سنكشف لكم في نهاية هذا الفيديو كيف يلعب الضوء دورا جوغريا في حاسة اللمس والشعور بالأشياء من حولنا استعدوا لاكتشاف عالم الضوء المذهل واستعدوا للإجابة على السؤال لماذا يوجد الضوء وما الهدف الأساسي له انظر حول الغرفة التي أنت فيها ما تراهض والضوء الذي يرتد عن تلك المادة ويدخل إلى عينيك ثم يفسر أقلك الأشياء التي تراه كل المعلومات التي لديك عن غرفتك يتم حملها بواسطة جزيئات كمومية صغيرة تشكل الضوء والتي تعرف بالفتونات هذه المعلومات تسافر بسرعة الضوء لو لم يكن هناك ضوء لما استطعت جمع أي معلومات بصرية عن الكون سيكون الكون بأكمله مظلما تماما ولكن الأمر سيكون أسوأ من ذلك بكثير لأنه بدون الضوء لن توجد الحياة كما نعرفها كان هناك جدلا واسعا في القرن السابع عشر حول طبيعة الضوء الحقيقية هل هي جسيمات أم أمواج؟ اعتقد العديد من العلماء مثل عالم الفلك الغولندي كريستيان غوبينز أن الضوء هو موجة تهتز في وسط من الأثير ولكن في نفس الوقت اعتقد علماء آخرون أبرزهم العالم إسحاق ميوتين أن الضوء يتكون من جسيمات تسافر بسرعة محددة بعد حوالي 100 عام في أنعان 1801 أظهر التجارب الشق المزدوج لتوماس يونغ أن الضوء يجب أن يكون موجة لأن شعاع الضوء الذي انقسم من خلال شقين مزدوجين أعطى نمط تداخل هذه الظاهرة يمكن تفسيرها فقط إذا كان الضوء موجة ولكن بعد حوالي 100 عام من تجربة يونغ وبعد 200 عام من نظرية جسيمات نيوتن أظهر ألبرت آينشتاين أن الضوء عبارة عن حزمة منفصلة من الطاقة والتي نسميها اليوم الفوتونات وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي نجحت في تفسير الظاهرة الكهروضوية في الظاهرة الكهروضوية تنتزع الإلكترونات من سطح المعدن عند تسليط تردد معين من الضوء عليه الأمر المحير في ذلك الوقت هو أن الإلكترون المتحرر من سطح المعدن كان لا يتأثر بشدة الضوء بل بتردده وإذا فكرنا في الضوء على أساس أنه موجة كلاسيكية فإن طاقة الضوء ستعتمد على شدته وليس على تردده ما أظهره آينشتاين هو أن طاقة الضوء تأتي في كمات منفصلة تحدد بواسطة معادلة بلانك وهي أن طاقة الضوء تساوي ثابت بلانك مضروبة في التردد بعبارة أخرى الضوء يتكون من فوتونات والطاقة لكل منها تحتد بواسطة ترددها لذا يمتلك الضوء خصائص الأمواج والجسيمات معا اليوم نسمي هذه الظاهرة إزدواجية الموجة والجسيم هذه التسمية لا تعكس الحقيقة تماما لأن الضوء هو نوعان مختلفان من الأشياء معا وهو شيء مختلف في حد ذاته إنه نوعا من الأجسام الكومية ويتصرف كما تفعل جميع الجسيمات الكومية التي تخضع في سلوكها لمعادلة شوردينجر التي تحتوي على دالة موجية هذه الدالة الموجية لا تظهر الأجسام الكومية كأمواج بالمعنى التقليدي الكلاسيكي ولكن حالاتها الكومية مثل الموقع والزخم والدوران وغيرها من الخصائص التي تكون في حال التغير المستمر مثل التغير المستمر في سعة الموجة الكلاسيكية وتخبرنا معادلة شوردينجر أن الأجسام الكومية عبارة عن موجة احتمالية تحدد احتمال العثور عليها في موقع معين ولكن قبل حوالي خمسين عاما من هذه التطورات في ميكانيكا الكام في حوالي العام 1865 توصل العالم جيمس كلارك ماكسويل إلى قوانين الكهرومعناطسية التي كشفت أن الضوء هو موجة كهرومعناطسية وأن سرعة الضوء يمكن تحديدها بدقة بواسطة الثابتين هما الثابت الكهربائي والثابت المعناطيسي المعروفان الآن بثابت النفازية في الفراغ وثابت السماحية في الفراغ هذا الاكتشاف الذي قدمه ماكسويل وهو أن سرعة الضوء تحدد بواسطة الخواص الذاتية للفراغ قاد أينشتاين إلى افتراض أن سرعة الضوء في الفضاء هي نفسها بالنسبة لجميع الأطر المرجعية وهذا هو المبدأ الأساسي الذي قاد إلى نظرية نسبية لذا فإن الضوء واكتشاف خصائصه لعب دورا مهما في تطوير كل من ميكانيكا الكام والنسبية والذين معا يقدمان أفضل فهم لدينا اليوم لكيفية عمل الكون ولكننا لم ننتهي بعد لأن الضوء أكثر عمقا في الدور الذي يلعبه في كوننا إنه وسيلة أساسية يستخدمها كوننا لنقل الطاقة من مكان إلى آخر ماذا يعني بذلك؟ دعونا نأخذ الشمس كمثال كيف تضي؟ من أين يأتي الضوء؟ في مركز الشمس تتحد أربع ذرات هيدروجين لتشكل نواة هيليوم من خلال عملية تسمى الاندماج النووي يتحرر من عملية الاندماج هذه كثيرا من الطاقة لأن نواة الهيليوم أكثر استقرارا وتكون في حال الطاقة أقل بالمقارنة مع أربعة أنوية هيدروجين التي اندمجت لتكون نواة الهيليوم تنطلق الطاقة في صورة أشعة جاما وهي عبارة عن فوتونات ذات تردد عالي أو طاقة عالية أشعة جاما لا تصل إلينا لأن طاقتها تمتص في البلازمة الكثيفة للشمس بالرغم من أن هذه الفوتونات تسافر بسرعة الضوء إلا أنها تستغرق آلاف السنين للوصول إلى سطح الشمس بسبب المسارات العشوائية التي تسلكها داخل مركز الشمس وفي الوقت الذي تصل فيه إلى السطح تكون طاقتها في نطاق الضوء المريء وهو ما نراه على الأرض هذا يصف أصل الضوء الصادر عن الشمس ولكن ماذا عن المصادر الصناعية للضوء التي نصلعها على الأرض مثل ضوء الشارع أو المصابيح في منزلك أو النار كيف تنتج الفوتونات في هذه العمليات تقريبا كل الضوء المصطنع على الأرض هو نتيجة لانتقالات الإلكترونات بين مدارات الضرة بعد أن تتم إثارتها إلى مدارات طاقة أعلى في الضرة الإلكترونات تكون في مدارات محددة يمكن حسابها بواسط معادلة شوردينجر يمكن إثارة هذه الإلكترونات إلى مدارات أعلى عندما تمتص الطاقة وغالبا ما تتم إثارتها بواسط الفوتونات الآن لديك ذرة مع إلكترون أو أكثر في حالة إثارة وهي طاقة أعلى من أدنى حال الطاقة يمكن أن تكون فيها ولكن لأن الأنظمة في الطبيعة تفضل أن تكون في أدنى طاقة لها فإن هذا الإلكترون المثار سينتقل في النهاية إلى مدار أقل وفي هذه العملية تطلق الطاقة الزائدة على شكل فوتون إذن نستطيع أن نقول أن كل الضوء المصطنع على الأرض يصدر من خلال عملية انتقال الإلكترونات في الظرات الآن أهمية الضوء ليست فقط فيما يمكننا رؤيته ولكن أيضا فيما يمكننا شعوره ماذا أعني بذلك؟ كشفت نظرية الكهروديناميكا الكومومية التي طورت في الأربعينات بوسط العالم ريتشارد فايمن وآخرون أن القوة الكهروماناتيسية تنقل بواسط الفوتونات وبعبارة أخرى عندما تتنافر الشحنات المتشابهة فإن الجسيمات التي تحمل هذه القوة هي أشكال افتراضية من الفوتونات تحمل تلك القوة إن عددا كبيرا من القوة التي تشعر بها لن تكون ممكنة بدون الفوتونات لذا على سبيل المثال الاحتكاك بين حذائك والأرض أو الاحتكاك بين إطارات السيارتك والطريق هو في الأساس ناتج عن الكهروماناتيسية هذا لأن الاحتكاك ناتج عن التفاعلات الكهروماناتيسية بين ذرات الأسطح المتلامسة بدون الضوء لن تشعر بأي شيء أيضا لأن اللمس هو نتيجة للتفاعل الكهروماناتيسي بين جلدك والسطح الذي تلمسه وبما أن الذرات في جسمك تتماسك نتيجة التفاعلات الكهروماناتيسية بين النواة الموجبة الشحنة والإلكترونات السالبة الشحنة التي تدور حولها فإن الذرات لن توجد بدون ضوء أيضا بعبارة أخرى عدم وجود الضوء يعني عدم وجود الذرات عدم وجود السيارات عدم وجود المنازل وعدم وجود الكون كما نعرفه دعني أطرح السؤال الذي طرحته في البداية ما هو الغرض من الضوء؟ أريد أولا أن أوضح أن الضوء يلعب دورا حيويا في معظم العمليات التي يتم فيها تبادل الطاقة في كل مرة تنبعث فيها الطاقة أو تمتص يكون للفوتونات دورا فيها من التفاعلات الكيميائية إلى الإشعاع الحراري إلى الاحتكاك وحتى العديد من العمليات النووية تلعب الفوتونات دورا جوهريا على سبيل المثال الحرارة التي تطلق في أي تفاعل كيميائي والطاقة المستخدمة في العمليات البيولوجية في جسمك حتى الحرارة التي تطلق من القنابل النووية كل هذا يتضمن الفوتونات بحبارة أخرى الضوء موجود في المعادلة ستلاحظ أن سرعة الضوء موجودة في معادلة أينشتاين للتكافف بين الكتلة والطاقة E تساوي M C سكوير سرعة الضوء هنا تعتبر عامل تحويل يستخدم لإظهار كيف أن الطاقة والكتلة الساكنة هما في الحقيقة نفس الشيء ولكن دعنا نفكر في هذا بعمق أكثر ماذا يعني هذا حقيقة؟ على سبيل المثال ماذا يحدث لكتلة الوقود في القنبلة النووية عندما يتحول بعضها إلى طاقة؟ تظهر تلك الطاقة بطريقتين إحداهما في شكل الطاقة الحركية التي تحملها المواد التي كانت تشكل القنبلة والتي تطلق بالسرعة عالية ولكن معظم الطاقة تطلق في شكل حرارة وضوء تلك الطاقة الحرارية والضوئية تحمل في الغالب بوسط الفوتونات وإذا كان بالإمكان تحويل 100% من كتلة الوقود النووي إلى طاقة فإنها ستكون وجودة في صورة فوتونات لأن الفوتونات هي الجسيمات الوحيدة المعروفة التي يمكنها أن تكون لها طاقة وزخم بلا كتلة ساكرة والتي يمكنها أيضا الانتشار بحرية الفوتونات شائعة جدا لدرجة أن كل جسم في الكون يشعع فوتونات وهذا يسمى إشعاع الجسم الأسود وهو خاصية لأي جسم يمتلك درجة حرارة فوق السفر المطلق وأريد أن أشير هنا إلى أنه في أي عملية تبادل للطاقة عبر الفوتونات يتم أيضا تبادل المعلومات لذا عندما نشعر بحرارة ضوء الشمس فإن هذا الضوء يحمل أيضا معلومات من الشمس لن تكون لدينا أي معلومات عن كوننا إذا لم تكن هناك أشكال مختلفة من الضوء التي نكتشفها من النجوم والأشياء الأخرى في كوننا وهذا لا يشمل فقط الضوء المريء بل أيضا الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة قاو لا ننسى أن الضوء المايكروي الذي يوجد في كل مكان في الكون هو بقية من بدايات الكون ويوفر دنيلا قويا على الانفجار العظيم أستطيع القول أن الضوء هو الوسيط الأساسي لثبادل الطاقة والمعلومات عبر هذا الكون الفسيط وها هنا قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا المثيرة في عالم الضوء والفوتونات لقد تعرفنا على الدور الحاسم الذي يلعبه الضوء في حياتنا وكيف يمكن لهذه جسيمات الكمية الصغيرة أن تكون الأساس لكل ما نرى ونشعر به يسهم الضوء في جعل الحياة ممكنة ويعطينا القدرة على فهم الكون من حولنا ندرك الآن أن الضوء ليس مجرد شيء نراه بل هو عنصر أساسي يحمل الطاقة والمعلومات عبر الكون إنه العملة الأساسية التي يستخدمها الكون لتبادل الطاقة والمعلومات من مكان آخر نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة العلمية وإذا كان لديكم أي أسئلة أو مواضيع ترغبون في معرفتها فاتركوها لنا في التعليقات وسنكون سعداء بالرد علي شكرا لكم على المشاهدة وحتى نلتقي مجددا في الفيديو القادم أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته